اذا احنا قلنا عدنا اكثر من طريقة لانشاء المصفوفة في اي لغة برمجية راح شوف اكثر من طريقة اي طريقة تفيدك في عملية انشاء المصفوف والتعامل معها تقدر تستخدمها على سبيل المثال مثلا ناخذ عدنا مصفوفة من الالقام نمبر او كن يو هذه المصفوفة حتى ابدأ استخدمها وانشاءها في لغة روبي يمكن انه اقل لي يعني بهذا الشكل ثم على ذلك دوت نيو يعني مصفوفة جديدة ويمكن انه ابدأ اعطي لنيو اعطيها ايش اعطيها عدد العناصر على سبيل المثال عدد العناصر عدي اثنين فالان اتعرفت عدي مصفوفة اسمها ان يو وعدد عناصرها اثنين فحتى ابدأ اسندلها الداتة يمكن انه اقل لي ان يو واستخدم الاندكس يعني الصفر يعني العنصر الاول هو الانمت الاول اقول واحد اوكي ثم على ذلك الانيو بالنسبة للواحد وابدي اقل لي انه انا عندي مثلا اثنين اوكي فالان اصبحت عدي هذه المصفوفة يعني الانمت الاول اسنده الي يعني كالاندكس واحد ثم على ذلك كاثنين يمكن ان اطبح هذه المصفوفة ككل ويمكن انه اصل الى فدع عنصر معين خلينا مثلا نعمل puts عليها كلها حتى تعلم طريقة جديدة يمكن انه استخدم طريقة على شكل سترينج ثم على ذلك يمكن استخدم علامة الشرب ثم على ذلك ابدأ اقله بهذه الصورة الان داخل الاقواس هذه يمكن انه اقوم باستدعاء او عمل طباعة او puts بالنسبة للمصفوفة المعنية طبعا هذه راح يطبع لك المصفوفة ككل لكشن فالان لاحظ لو اعمل رن على الكود فلاحظ كيف راح يبدي يطبعها لك اطبعها لك بهذه الصورة يمكن انه اصل الافة عنصر معين من هذه المصفوفة يعني اقله puts بالنسبة للانيو ثم على ذلك اقله صفر فالان راح يبدي يطبع لك العنصر الاول لهذا العنصر اللي موجود عندنا الان مثل ما تلاحظ ان العنصر الاول الان على سبيل المثال خلينا اغير العنصر الاول ثم على ذلك ابدأ اطبعها اقله puts بالنسبة للعنصر الاول اللي هو الصفر وابدي اغيرها مثلا الى 30 او 20 ونقل له هنا طباعة فلاحظ الان راح يبدي يغير هنا ثم مع ذلك يقوم بعملية الطباعة فانو تلاحظ الطباعة لياها 20 طيب ايضا اكون في الطرق اخرى العملية انشاء المصفوفة على سبيل المثال يمكن انه اقوم بانشاء المصفوفة من خلال استخدام فدرينج معين او مثلا هنا بشكل مباشر راح اقل له انه اوكي عدد العناصر عندي مثلا عشرة وكل هذه العناصر هي واحد او هذه العناصر كلها تاخذ عدي سترينج حرف اي اوكي فلا راح يبدي انشيلك مصفوفة تكون من عدك من عشرة عناصر من اي فلو تعمل print عليها راح تشوف انه راح يبدي يطبع لك مصفوفة هذه المصفوفة اللي بالاسفل كل عناصرها اي اوكي يمكن انا ايضا انه يقوم بانشاء المصفوفة باستخدام فدرينج معين بشكل مباشر يعني راح ابدي اقل لهذه الاري يمكن يقوم بانشاها طبعا بشكل مباشر اقل له واحد اثنين ثلاثة اربع يعني عدد العناصر اسنتها بشكل مباشر وللو تلاحظ راح يبدي انشيلك اياها ومصفوفه متكونة عندنا من اربعات elements اوكي ايضا يمكن انه استخدام فدرينج معين يعني اقل له عندي عدد العناصر من واحد الى مثلا خمسطعش اوكي من واحد الى خمسطعش راح يبدي انشيلك مصفوفة من واحد الى خمسطعش نقطة ينمع نائلة اوكي اوكي طبعا هذه المصفوفة انشهلك اااا يعني على شكل الرين مفروض انه هي تنشاعدنا فيمكن انه نمثلها باستخدام الرينج الرينج يمكن انه نقل له .new اوكي اوكي ثم بعد ذلك نقل له مثلا من واحد الى خمسة اوكي ثم بالذلك نعمل كثرة الآن يمكن انه اشتغلب ادنى هذه الطريقة وفي مشاكل نعم. او يمكن انه طبعا نتحدد لك عدد العناصر فيمكن انه بشكل مباشر استخدم هذي وليست اقواس المجموعة. اقواس المجموعة العطاء القيم بشكل مباشر. لكن الاقواس اللي هذي الاقواس تستخدم حتى تبدي تعطيك يعني تبدي تعطيك معين. يعني تحدد لك معين من واحد الى خمسة. معنى ذلك المصفوفة ومن واحدة يعني عدد العناصر. فلاحظ لو ابدي اعمل عليها. فراح تكون عندك من واحد الى خمسة. طيب. لو نفترض انه عندنا مصفوفة وهذه المصفوفة هي احرف والاحرف من اي الى كذا. فكيف راح ابدي احددها? فيمكن انه تفهم عدنا ضمن الرينج. يعني على سبيل المثال. راح ابدي اقل له عدي الرينج اي. اوكي. راح يفهم انه هذي اي. ثم ع ذلك الى ابدي استخدم الرينج اه مثلا عندك اه اف. اوكي. فراح يبدي كون لك مصفوفة اه نصية تحتوي لك على الاحرف من اي الى اف. مثل ما تلوحظ. اي بي سي دي اي اف. اوكي. ايضا يمكن انه تستخدم اكثر من طريقة في عملية الرينج. يعني هناك اكثر من طريقة حتى تعمر فد رينج معين للاحرف للارقام. اه فد منطق معين على اساسها تقوم بانشاء الرينج. وهذا طبعا راح يبدي يعطيك سهولة اكبر في انشاء المصفوفة. طيب هذه المصفوفة منذ المعروفية اه الان. اه يمكن انه نعمل عليها بعض العمليات. يعني هذه الري اللي احنا انشأناها. فيها بعض العمليات. يعني يمكن ان اللينث توصل الى اللينث الخاص فيها. فيمكن انه توصل الى اللينث. يمكن توصل الى اه فد عمليات اخرى كالحذف اه التعديل طبعا باستخدام الاندكس مثل ما شفنا. اه اضافة لذلك انه المصفوفة اللي هي تكون ذات معين فما تستطيع انه تحذف عنصر من عدها. يعني عندك فد مصفوفة ما تستطيع الان بشكل مباشر ان هي تحتبر عندنا لما تقوم بتحديد الخاص فيها. مثلا كخمس عناصر وانت مسندلها خمس عناصر وتتحذف عنصر من عدها. وانت محدد يعني السايز الخاص فيها وتحذف عنصر فراح يحدث عندك بعض المشاكل.